اذا نشرت او اذا نشرت احدهم شيء محرم مثل الغناء ثم تاب منها هل اراد ان يحذفها من حساباتي ولكن لم يستطع نعم هذا ذكر ابن عباس رضي الله عنه ان العالم يفتي الفتوى فيتبعه الناس عليه ثم يرجع عنها ويصرون عليها عنادا فهو ناجن عند الله تبرك من تاب تاب الله عليه سبحانه وتعالى ولكن كان يستطيع ان يحذفه يحذفه انت كما يستطيع ليس عليه شيء ان شاء الله